الشروط بتاعت المسابقة الشروط اللي هم بتاع 18 حاجة و 30 تبقى حاجة هم فيش حاجة و 30 هم فيه اللي هم 18 سنة دول اللي هم ملكات الجمال لا اعملوا اعملوا مسابقة اسمها ملكة الاناقل 30 لا دي ما سمعت عشر بس هي الفكرة ان اولا ملكة جمال الاربعين دي او مرة تعمل في الوطن العربي كله وممكن في العالم كله لان ما عملتش في بلد واحدة في المانيا بس في العالم على مستوى العالم كله انا طبعا عندي بيها حقوق ملكية في الوطن العربي كله فستت فعلا في الوطن العربي محتاجة ان حد يهتمت بيها فوق الاربعين سواء زي ما قلت لحضرتك انيسة او مطلقة او ارماية الشروط ايه؟ الشروط اولا انا مؤسسة شروط جديدة خالص من ان انا ما عنديش يعني حد عمل كده قبل كده فالموضوع كله بيعتمد اكتر حاجة على الروح الروح الست وشخصيتها طبعا جمالها هيكون في المسابقة بس احنا يعني ملهاش مقايز غير انها تكون مهتمية بنفسها وفي جسمها وان هي تكون مع ما ياتش ايه عمليات تجميل خالص في جسمها او اوشها اولا مقاسات الجسم احنا بنختار طول مية سبعة وستين والوزن يبقى ماشي مع الطول مية سبعة وستين بما فوق لا لحد مية سبعة وستين بما ان الست اكتر من كده بتبقى جميلة اه بس يعني ده اللي احنا عايزين نطلع شكرا يا شكرا يا نو انت اطول من كده شكرا انا كد نفسي عدم في المسابقة اه ماشي حنخليها عليها عشان خاطرك عفكرة بيدوي انا مش يعني مش هدأة او يعلى المواصفات الجسدية اكتر من الروح ليه ممنوع تكون عمليات تجميل علشان عايزة باين للمجتمع ان فيه ستات جميلة جدا طب بطبيعتها واخذي بالك يعني السطلة ما بتكون روحها حلوة يعني بدا بيطلع على شكلها فممكن واحدة يبقى عندها ستين سنة بتفاصيل وشها الجميلة بتبقى احسن من بنوطة عندها عشرين سنة فانا عايزها يعني مبسوطة هي اصلا بسنها ويعني مش عايزة تغير في ده الا انا بصي زي ما كل الناس بتقول اه انا مش ضد عمليات التجميل لكن مش في يعني لما الواحد يكون محتاج قوي قوي برضو يعني فهمه من اربعين لكام فيما فوق ممكن سبعين شطرة اه من اي واحدة عندها روح حلوة عندها فيك افكار للمجتمع حلوة عندها ثقافة كويسة عدت بأزمات وعرفت تتعدها كويس كل ده هيبقى له اللجنة التحكيم متخصصة من ذكرتها انا السيكولوجي والروح والشخصية والثقافة وكلها وصحيا كل حاجة التقديم فين؟ التقديم في الشركة عندي هنا في مصر وان شاء الله الموضوع ده يعني احنا بس عايزة لسه المكان يعني يعني ما بين الجونة ما بين القاهرة الحفلة الحفلة نفسها